سيدة وزيرة التجارة والصناعة سيدة نيفين جامع النهاردة النهاردة كانت بتعلن زي ما قلت اللي حرقكم تفاصيل الجناح المصري الصور اللي حرقكم لسه شايفينها دلوقتي حالاً اللي هي التابوت بتاع باسماتك ده ممكن تسأل بقى حضرتك أو يعني حضرتك هو ليه التابوت ده بالذات وإحنا ليه مش من مشاهير مثلاً الأسماء الفرعونية الكبيرة أكسبو بيعرض كل دولة في العالم بتعرض حاجة تفخر بيها وتميزها العالم ما عارف عارف كويس عارف نوعية الأثار المصرية وعارف طبيعتها اللافت جداً في التابوت ده بالذات إيه بقى حضرتكم إنه تابوت خشبي الخشب من أصعب أصعب المواد اللي ممكن تنحت منها تمثال أو اللي تعمل منها قطعة فنية صعبة جداً إنك تشتغلها وتنحتها بدقة وصعبة جداً إنك تلونها وأنا بتكلم عن القرن الـ 21 يعني وصعبة جداً إنه تحتفظ بألوانها آلاف السنين الراجل ده كان من الأسرة 26 أبسوط أنا عشان رجعت الحاجات اللي أنا كنت بذكرها أو سألت ناسي عني صحابي المهم فده حيبقى في قلب الجناح المصري في الأمارات العربية المتحدة المادة اللي هو مصنوع منها والفنية العالية جداً الخاصة بيه الأسلوب الفني العالي جداً الخاص بيه هو اللي خلاه يتم الاختيار له علشان يبقى موجود في أكسبو 2020 في دبي في الأمارات العربية المتحدة اللي العالم كله دلوقتي عدوا بقى العالم كله أنا حضرت كنت في الأمارات من يومين حضرت مناقشات هو الجناح الكندي حيبقى فيه إيه الجناح الاسترالي حيبقى فيه إيه الجناح الإنجليزي حيبقى فيه إيه ناس بتبص على المستقبل ناس بتشوف ثقافتهم وحضرتهم بتعرضها إزاي وبتقدمها إزاي وكل ده يبقى إن شاء الله لمدة ستة شهور متتالية فيه دبي ويبقى ده الحضور المصري أو جزء من الحضور المصري بعنصر لامع جداً ومهم جداً اللي هو التابوت الخشبي لبسمتك من الأسرة 26